استقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين بالقيادة العامة صباح اليوم بعثة الحج التابعة لقوات دفاع البحرين بمناسبة مغادرتها إلى الأراضي المقدسة وذلك بحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن سقر النعيمي رئيسي هيئة الأركان وبهذه المناسبة رحب معالي ببعثة الحج ونقل لهم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله متمنيا معالي أن يسبغ الله عليهم من نعمه ويزيدهم من فضله ويوفقهم لأداء مناسك فريضة الحج مع إخوانهم حجاج بيته العتيق وأكد معالي أن هذه البعثة تأتي تجسيدا للحرص والاهتمام المستمرين من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه كما وجه معاليه بعثة الحج التابعة لقوة دفاع البحرين لإضفاء مزيد من التعاون والمحبة فيما بينهم ومع إخوانهم حجاج بيت الله الحرام مزودا إياهم بنصائحه القيمة الداعية للتمسك بتعاليم الدين الحنيف وعاداته السمحة وفي هذا صدد أشاد معاليه بالتسهيلات الميسرة التي تعكف على توفيرها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن بما يمكنهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة متمنيا معاليه لأعضاء البعثة حجا مبرورا وذنبا مغفورا بإذن الله تعالى داعينا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة ووطننا العزيز وأمتنا العربية والإسلامية وهي تسخر بثوب العزة والخير والسودد